موسيقى بعد شهور من العمل في برنامج فرصة 2016 الحمد لله اليوم بدأنا البرنامج في المرحلة الأولى وهي اللي بتكون في المقابلات الشخصية بناءً على أداءهم اليوم في المقابلات الشخصية بيتم اختيار المناسبين للدخول في برنامج فرصة والله كان المشاركة في برنامج فرصة بدأت من الإعلان كان موجود على الموقع الإلكتروني والإنستغرام أكاونت وشفت البرنامج الجدول سراحة الجدول كان ممتاز وشفت أنه فيه ويد ديتيال وفيه ويد ناس بحاضرهم من كذا مجال فحسيت أنه بيكون فيه ويد استفادة عودة منها وفي نفس الوقت مختلف عن البرامج الأخرى اللي شارك فيها من قبل في أفكار تحتاج رعاية وتحتاج دعم وأعتقد أن البحرين في المستقبل بتكون قادرين تنتج رواد أعمال أكثر إن شاء الله النصيحة هي أن تستخدم كما تستخدم في البرنامج البرنامج تستفيد جداً مننا يعطيك فرصة، تستطيع تعرف المنطرين، نتوارك، كثير من الأشياء وفي نفس البرنامج تستخدم في البرنامج كل هذه الأشياء يساعدون ويساعدون بعض البرنامج لك لكنك يجب عليك أن تأخذك وتأخذك وتأخذك لأنك تستخدم برنامجك لا يوجد عبارات أنا داماً كنت تقول إن الشباب لا يساعدهم للشباب الشباب فاهمين الشباب فاهمين طموحاتهم فاهمين الصعوبات اللي واجهونا فاهمين طريقة تفكيرهم فالتالي جمعية شبابية تحاول تطور الشباب القائد حق البحرين إن شاء الله للمستقبل لأن المستقبل يفيد الشباب ليس يفيد الججالة السابقة بنت للبحرين وكونت بس الشباب في النهاية بيأخذون السفينة وبتمشي فبالتالي وجود جمعيتها شبابية مثل جمعيتكم هي شيء مميز وإن شاء الله تمنى لكم كل الخير وإن شاء الله يكون برنامج فرصة نسمع عن الدورة الخمسة عشر والدورة العشرين إن شاء الله أنا دشيت البرنامج عشان أتعلم شلون أفتح لي بيزنس وأحصل لي أحد من المحترفين يعلمني الأسوسيات كمدرب يعني اليوم طبعاً كان عندنا حلقة عن دراسة السوق وتعلمت منهم يعني أفكار غير في البحث لأننا نحن مثلاً كون عندنا مثلاً طريقة طريقة الإستبيون علمنا طريقة مختلفة نسويها فا استفادنا الحمد الله أعطى المعجزة تحديث المترجمات تحديث إنها تحديث إنه سنة امتع� في البعرة الاتفادة لقد مستطرة الاتفادة إلى إصبارات عديدة عن طريقة شايخ حشان بن محمد الحاليفة هو تعالى الدولة في مدينة الأنبياء وأمع قد بيشترك عن الإصابات المتحدة إنه حسنًا مدينة أثمتنا الكثيرا ويسهر كيفية نتعيشة ويسهى مدينة من الاتفادة في شيء مريم لأن هناك مختلفة بين شيء ما تشعر بها و شيء ما تشعر بها و تحضر الوصف و تحضر الوصف و تحضر الوصف و تحضر الوصف أعتقد أن العمل الذي يقومون فيه و خاصة بالذكر الجمعية الرياضة الشبابية عمل جميل جدا و عمل يشكرون الله و أظن نحتاج أكثر من هذا النوع من الدعم للشباب بشتى الميادين التكنولوجيا في الوقت يصبح الأمر كبير التكنولوجيا اليوم تحضر كل أساساتنا حيث أنك في المدينة حيث أنك في المدينة حيث أنك في المدينة حيث أنك في المدينة تكنولوجيا في الوقت لا تكون مستقلية بالتكنولوجيا من المدينة تكنولوجيا كما تكون في المدينة أو في المدينة أو في المدينة أو حتى المدينة هذه الأشياء التي تقومون بحث من مدينة لدى أي أفضل المدينة البرنامج في نسخة الثانية أضاف مجموعة من الجزئيات موقعات موجودة في النسخة الأولى ومن بينها زيارات الميدانية لعدد من الشركات والمصانع بالإضافة إلى جلسات توجيه وإرشاد مركزة أكثر ومطاولة أكثر بحيث أن هناك تكون فيه علاقة طويلة الأمد بين المشاركين ويعني نخبة من الخبراء ورواد الأعمال الشباب في البحرين إلى مستمع شركات المشاركة أعتقد أن أن هناك أي source of empowerment أي source of encouragement أي source of anything that helps people create something from nothing and encourages them to keep going and doing that and pushing them forward هذه الأشياء من المجتمع يساعد العالم يصبح مكان جيدًا ومكان جيدًا كيف وشو الأشياء اللي راح يكسبونها مقابل هالتضحيات اللي راح يضحون فيها أولاً شكراً لكم جميعاً بإمكاني أن أتضحي هذا العام عام جداً لأيضاً لأن الأشياء التي يتضحينا لنا هم نوعات جديدة هم نوعات جديدة ويجب أن ترى أن المجتمع الأشياء يأتي بشكل دينامي نصيحتي حق المشاركين أنه يعني هذه أول مشوار وجودكم في فرصة هي أخذوها كقاعدة انطلاق لكم وإلى مجال ريات العمال ريات العمال محتاجة إلى صبر إلى جلد محتاجة إلى عزيمة محتاجة إلى وقت من وقتكم لا تيئسون إذا مرتب بتجارب أو أو بالفشل هاي مجرد محطات استخدموها لصالحكم وبدنا الله يحالفكم التوفيق الواحد لما يبني نفسه ويكون نفسه عن طريق اللي هو البرامج التثقيفية اللي تقدمها مثل هاي الجمعيات والمؤسسات بالعكس هذي يساهم في تطوير الدولة ومشرف أن ناس شباب أو جمعيات شبابية مثل هاي الجمعيات تقوم بمثل هذي الدور الكبير وفي ختام نسخة ثانية بالبرنامج ريات العمال الفرصة أحب أشكر كل الرعاة وكل الداعمين للبرنامج الشركاء الاستراتيجيين والإعلاميين اللي نقدمه والجوائد للمتسابقين المتحدثين في البرنامج والحكام والمواجهين اللي آمنوا ببرنامج جمعية الرياضة الشبابية شكرا لكم